سيدنا يا مشاهدين الرحب بضيوفي اليوم بيالاستوديو المهندس إيهاب القادر ومثل قطاع المحكات والجلود في غرفة صناعة الأردن أهلا وسهلا بك مهندس سيهاب وأيضا المستثمر والخبير الاقتصادي سيد عبدالله شوابك معنا أهلا وسهلا بك مهندس وسيكون معنا عبر اتصال هاتفي مدير عام جمعية البنوك الدكتور مهر المحروق للحديث حول هذا التصنيف الاعتماني منذ 21 عام وتأثيره على الأردن والبيئة الاستثمارية ومساء الخير دكتور نعم دكتور يعني اليوم نتحدث عن تصنيف اعتماني جديد وهذا التصنيف كيف له من أهمية على الأردن الذي جاء بعد أشهر قليلة من قيام وكالة مودس بذلك على ماذا يدل هذا التصنيف شكرا مرتاني وزانوا بداية للحديث على رفع التصنيف الاعتماني للأردن بناء على تصنيف وكالة standard and force من بي بلس إلى بي بي ماينس وبنظرة مستقبلية مستقرة هذا دلالة على الثقة بأداء الاقتصاد الأردني على الرغم من التحديات والظروف الصعبة والظروف الغير الطبيعية خليني أسميها والظروف الاستثناعية التي نشهدها الاقتصاد الأردني ودلالة على متانة وحصابة السياسات النقدية على وجه التحديث في هذا المجال والمالية كذلك لما نقدر ننكر ما حققته من إنجازات على مدار السنوات الماضية وإذا نتطلع على مستويات الاحتياطيات من العملات الأجنبية والتي سجلها الاقتصاد الأردني في نهاية فجيران تقريبا ما يقارب من 20 مليار دولار أمريكي وهي أعلى احتياطيات أجنبية تتم تشجيلها تراجع مستويات التضخم السياسات الاقتصادية والمالية الحصيفة التي تم تنفيها على مدار الفترة الماضية في طل هذه الظروف الاستثنائية مكنت الأردن من تحقيق هذا الإنجاز الذي له أكثر تقريبا من 20 عام وهذا شهادة من وكالتين وإذا نذكر الوكالة الثالثة وثالثة وثالثة لما ثبتت تصنيف الاعتبال إلى الأردن قبل 14 نعم يستقر بالزبط بالأربع سهور هذه كلها إشارات إيجابية بتشجع وتحفز الاقتصاد الأردني وتعطي نظرة تطمئة واضحة جدا دكتور هذا التصنيف هو تأكيد من أهم المؤسسات العالمية على حكمة أجندة الإصلاح العميقة التي أطلقها جلالة الملك وتأكيد أيضا على الاستقرار الكل للإقتصاد الأردني في ظل أعتى التحديات الإقليمية التي فرضها العدوان الإسرائيلي الغاشم دعنا نتحدث عن متانة الاقتصاد الأردني وكيف تجاوز الاقتصاد الأردني جميع الظروف الإقليمية المحيطة بداية أو مرة تاني خلينا نعيد نقطة كتير مهمة جدا بجوز ذكرتها في كتير من المناسبات على موضوع أهمية وجود خطة اليوم في الاقتصاد الأردني وكيف وجود رؤية التحديث الاقتصادي ساعدة على أن نكون بهذا المستوى لأنه إذا بدك تطلع على حقيقة أهمية وجود رؤية التحديث الاقتصادي خلينا نقارن بين الإنجاز الذي تحقق أو نسأل سؤال بطريقة أخرى أن لو لم يكن هناك رؤية التحديث الاقتصادي كان ممكن نسير بنفس الاتجاه وبنفس الوضع وبنفس إدارة هذه الظروف الاستثنائية أعتقد وجود الخطة وجود الرؤية مكنة من إدارة المرحلة بطريقة فيها درجة من الحكمة والانضباط ضمن أطر ومؤشرات أداء كانت واضحة على الرغم من كل شيء على الرغم من كل التحديث على الرغم من كل الظروف ولكن وجود الخطة والرؤية بحد ذاته طبق إيقاع عملية الإنجاز خلال هذه الظروف الاستثنائية نعم إذن دكتور مهر المحروق مدير عام جمعية البنوكة الأردنية كنت معنا عبر اتصال هاتفية شكرا جزيلا لك أعود إلى ضيوفي في الستوديو مع المهندس عبدالله الشبكي عفوا نستاذ عبدالله الشبكي ومهندس إيهاب القادر للحديث حول هذا التصنيف أبدأ معك سيد عبدالله أحد عوامل هي قيام الحكومة بـ 2019 باتخاذ مجموعة من إصلاحات الهيكلية كيف ساهمت هذه الإصلاحات الهيكلية بالحصول الآن على هذا التصنيف ورفع قيمة التصنيف الاعتمالي من بي بلوس إلى بي بي ماينس يعني حقيقة أول شيء أشكرك على اللقاء الحكومة قامت بالفترة السابقة بعدة إجراءات من أهمها توسيع المضلة الضريبية اللي صارت تشمل قطعات أكثر منها يعني على سبيل المثال مثلا قطعات الطبية المهن قطعات الهندسية هاي القطعات يعني أصلا لم تكن متواجدة بالهيكل الضريبي أو أثرها كان أثر بسيط ولكن عم نشوف الآن أنه بدأ تأثير إدخالهم بالمضلة الضريبية نظام الفوتر الإلكترونية بلش يعطي آثاره ممكن الآثار مش متسارعة كما يجب ولكن الآثار دائما ماشية باتجاه إيجابي كمان في عنا يعني من المواضيع المهمة اللي هي استقرار نوعا ما استقرار التشريعات وعن بصير فيه تحسين للتشريعات اللي بتقوي بيئة الأعمال هناك أيضا يعني بعض الخطوات الممتازة اللي قاعدين نشوفها بالقطاع الطاقة خصوصا زي ما شوفنا قبل أيام خرج علينا قانون جديد للطاقة المتجددة ويعني الحقيقة كان بعالج جزء مهم من الاختلالات اللي كانت موجودة بهذا القطاع فمنتأمل أنه كل هاي النتائج أنه تعطي يعني مردود إيجابي رفع التصنيف الاعتمالي للأردن دليل على أنه بيئة الأعمال في الأردن بيئة صحية وبتمشي بالاتجاه الصحيح لاحظ أنه التصنيف هذا بختص بالبعيد المدى طويل الأجل واللي هو بيختص يعني إجمالا وتأثيره أكثر على قدرة الأردن على سداد ديونها صحيح وهذا جاي بتخطى الظروف المرحلية اللي قاعدة بتمر فيها المنطقة واللي هي الأردن يعني بجوز من أكثر البلدان في العالم تأثرا بهذا لأنه اللي بيصير بغزة وبالضفة وفي الدول المحيطة حولنا وهو تأثيره مباشر بشكل كبير جدا على الأردن نعم لكن زي ما شفنا أنه الاقتصاد قدر يمتص بمناطة الاقتصاد ومرنته في هذه الضروف المحيطة نعم قدر يمتص بدايات حرب غزة وقدر يمتصها واستمرت العملية الإنتاجية واستمر التصدير وقدر الاقتصاد أنه يوقف بوجه هذه التحديات طيب يعني مهندس إيهاب الوكالة تحدثت في تقريرها أيضا أنها رفع التصنيف جاء النتيجة مجموعة من إصلاحات الهيكلية وأيضا ثقة المؤسسات الدولية في رفع لهذا التصنيف أولا شكرا جزيلا على هذه الاستضافة زي ما تفضلوا الإخوان تبني سياسات اقتصادية ومالية حصيفة ضمن خطة ورؤية تندرج عن رؤية التحديث الاقتصادي هي من العوامل اللي بتعطي منعة للاقتصاد الأردني ويعني أنا أعلم قد يكون الأثر المباشر على المواطن لسه مش واضح ولكن مثل هذه التصنيفات ومثل هذه الآثار الاقتصادية لها علاقات ولها ارتباط زمني مستقبلي قد يكون متوسط وبعيد المدى ولكن هذا بدل في السنوات الأخيرة اللي هي منذ عام 2019 مع بدء الاصطاح الاقتصادي في تبني بعض البرامج الاقتصادية لغاية اليوم العديد من المتغيرات اللي نشهدها دوليا وأيضا داخل المنطقة فبالتالي أنه التصنيف من خلال 21 عام أنه يتم تبني تصنيف متزايد إلى الأردن هذا بدل على ثقة نحن أكيد بحاجة للمزيد من العمل ولكن على الأقل ننظر للموضوع بمزيد من الثقة والإيجابية أنه احنا على المسار الصحيح قد يكون بحاجة إلى تسريع أكثر في بعض الأمور ولكن لا ننسى أهمية هذه التصنيفات بالنسبة لتسهيل بيئة الأعمال وبالنسبة للمستثمرين واستقطاب استثمارات جديدة وتوسع في البيئة الاستثمارية هذا بدل على حصافة البرامج ومتانة الاقتصاد سواء حتى كمان في الوراء المستثمرين نعم هو سيعكس أيضا فعالية السياسات الاقتصادية والمالية داخل الأردن نتحدث أيضا عن السياسة الاقتصادية السياسة الاقتصادية أو الصناعية هو التحول الهيكلي نحو اقتصاد متنوع ومرن السادة عبدالله يعني الحقيقة أنه الاقتصاد الأردني بشكل واضح يعتمد على الصناعة دعنا نقول الصادرات الصناعية تشكل أكثر من 90% من صادرات الأردن وهي المولد الأهم بالعملة الأجنبية لذلك تأثير الصناعة على الاقتصاد الوطني تأثير كبير جدا ومنشوف حقيقة نبلش نلمس باهتمام الحكومة بتطوير القطاع الصناعي وإدخال القطاع كشريك باتخاذ القرارات نعم خطوة على الطريق الصحيح احنا شفنا أنه في الحكومة بتسعى إلى أنه تطور القطاع الصناعي من خلال تدليل بعض العقبات اللي أمامه من خلال يعني مواضيع مهمة ممكن نأتي على ذكرها لاحقا زي الطاقة زي العمالة العديد من العقبات نعم زي الموافقات البيئية والتوفير الأراضي الصناعية هناك عدة خطوات يعني الحكومة بتتخذ فيها إجراءات ولكن نأمل بأنه يتم يعني اتخاذ خطوات أسرع بهذا الاتجاه نعم مهندس إيهاب اللجنة التوجهية الوطنية التي أسستها يعني متابعة هي السياسة الصناعية تتكون من يعني أفرادها مثلين عوزارة الصناعة تجارة تموين غرف الصناعة في الأردن عمان وزرقاء وأربد وأيضا مؤسسة الأردنية تطوير المشاريع ولكن كما ذكر يعني سيد عبد الله هناك العديد من التحديات أمام صناعاتنا الوطنية للنهض بهذه الصناعة يجب يعني تجاوز هذه التحديات ومن هذه التحديات مشاكل النقل عبأ كلف الإنتاج ارتفاع بأسعار الشحن أيضا هناك بقايا يعني من المنتجات إذا كاننا في قطاع المحكات كم مثلا هناك بقايا القماش يعني الذي يزيد بما يتجاوز عن خمسين ألف طن أتوقع يعني إذا كانت أو طون يوميا يعني هذه المشاكل أيضا هناك العديد المشاكل مشاكل الطاقة الترخيص قطع الأراضي الأماكن المخصصة لبناء المصانع جذب الاستثمارات هناك يعني ضعب خطط جذب الاستثمارات للأردن كيف يمكن معالجة هذه التحديات وهذه العقبات للنهض أكثر بأسياس الصناعي تمام أولا لابد من الحديث عن أهمية القطاع الصناعي بعام 2024 من ناحية الأفكام قاد القطاع الصناعي النمو الاقتصادي بحوالي يعني بالربع الأول حوالي نصف النمو الاقتصادي المتحقق كان من القطاع الصناعي خلال الربع الأول من عام 2024 كذلك 71% من الاستثمارات المستفيدة من قانون الاستثمار خلال النصف الأول من العام الحالي بحوالي 600 مليون دولار كان من القطاع الصناعي هذا بدل على أهمية القطاع بالنسبة إلى المملكة الأردنية الهاشمية وبالتالي كان متأتي عن موضوع رؤية التحديث الاقتصادي والخطة العامة لابد أن يكون هناك سياسة صناعية تتبنىها المملكة الأردنية الهاشمية بحيث أن يكون حلنا لهذه الأمور اللي نحكي فيها صرنا العديد من السنوات لابد أن يكون الحل فيها بطريقة جذرية وطريقة ممنهجة فبالتالي تأتي عن هذا الموضوع موضوع السياسة الصناعية والفريق الوطني بذلك ولكن إذا رجعنا إلى موضوع السياسة الصناعية هناك عدة تعريفات للسياسة الصناعية بحيث أنه نقدر نصل لموضوع التحديات حسب السياق الاقتصادي للدولة هناك سياسة صناعية كإطار استراتيجي وهي الإجراءات اللي بتتخذها الحكومة لتحديد وتطوير قطاعات معينة وتعطيها أولوية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الواضحة بالنسبة لنا طويلة الأمد ومتوسطة الأمد مثل التكنولوجيا المتقدمة والتصنيع المتقدم والطاقة المتجددة أيضا وبتركز على استراتيجيات لتعزيز الابتكار وتعزيز القطاعات الواعدة وهناك أيضا شق آخر يتعلق بالسياسة الصناعية كأداة لتنويع الاقتصاد بالتالي هون نتعامل إحنا عماننا مع جهود للحكومة حتى نقلل الاعتماد على قطاع معين أو أصناف معينة في المنتجات فبتكون جزء من الخطة بالسياسة الصناعية لتنويع الاقتصاد وتنويع المنتجات والمناطق الجغرافية التي يتم الإنتاج منها سواء استقطاب المواد الأولية واستيرادها أو كذلك الصادرات كمنتجات نهائية لنشكل من المنتجات ونشكل أيضا من الدول المستهدفة وهناك أيضا يجب أن تكون السياسة الصناعية جزء من سياسة اقتصادية كلية وبالتالي عندما تبني هذه التلات أمور نحن نستطيع أن نصل للتحديات ونحلها بطريقة جذرية وعلمية مع جميع الأطراف فبالتالي مبادئ السياسة الصناعية بشكل عام هي بتأدي إلى تعظيم مساهمة القطاع الصناعي في التنمية الاقتصادية والتركيز على بيئة جاذبة للاستثمار من حيث أنه ننمي من الاستثمارات الحالية ونستقطب استثمارات جديدة وهي بتأدي إلى وضع خطة لتقديم الدعم والحوافز للقطاع الصناعي وأيضا مصفوفة لحل مجموعة من التحديات المشتركة والمتقاطعة مع جميع القطاعات الصناعية في الأمثلة التي تفضلت فيها من خلال تشاركية فاعلة ما بين القطاع الخاص والقطاع العام نعم مهندس وأيضا سيد عبدالله سنتبه لفاصل قصير ونقوم مع الموضوع بعد هذا الفاصل ابقوا معنا مشاهدين الكرة أودنا إليكم مشاهدين بعد هذا الفاصل نقبل حول السياسة الصناعية والاقتصادية يعني أود لك سيد عبدالله الآن أنت كمستثمر السياسة الصناعية وجعل الصناعات المحلية أكثر قدرة على المنافسة الخارجية حماية الشركات المحلية من المنافسة الخارجية يعني الآن لا يوجد رقابة في الأسواق حول المنتجات المحلية وأيضا هناك المنتجات الأجنبية التي غزت الأسواق ويوجد بديل عنها منتجات محلية اسمح لي أنا بدي أتطرق لمجموعة من المواضيع اللي بتأثر على تنافسية القطاع الصناعي المحلي ورح آتي على النقطة اللي ذكرتها حضرتك ولكن بدي أذكرها أنا من الأهم تقريبا النقطة الأولى اللي هي توفير العمالة المدربة اليوم إحنا ما في عندنا بالأردن أي يعني ما في عندنا تعليم مهني كافي لرفض الأسواق في قلة بالمعاهد في قلة نعم نعم يعني قبل أكثر من 15 سنة كان في عندنا معاهد تدريب مهني مشتعة معاهد كان في عندنا كليات زي البولي تيكنيك كان في جامعات أو كليات متوسطة بتخرج دبلوم ومن الدبلوم مباشرة على الصناعة طلعت الحكومة ببرنامج التجسير وهذول الناس صاروا يروحوا يشتغلوا مهندسين اليوم إحنا بنطلب فني ميكانيك أو فني كهرباء وبنطلب مهندس بيجينا 200 طلب مهندس وما بيجينا إلا واحد أو اثنين فني ميكانيك ويكونوا عم بيشتغل بمكان ثاني وبدو يحسن من داخله أو يعني فلذلك إحنا في عندنا تقصير واضح بعملية يعني القوى العاملة المدربة يعني اليوم الحكومة منعت استقدام العمالة الأجنبية طيب اللي عنده مصنع محتاج يشغله وفيه هناك بعض المهن اللي غير موجودة وصناعات جديدة ومحتاجة إلى أيدي عاملة ماهرة مدربة يعني هناك معاناة بهذا الموضوع المفروض أن الحكومة بتفتح المسارين مع بعض تفتح مسار للمصانع أنه تعطيها فرصة أنه تدرب العمالة المحلية بس بنفس الوقت ما تعيقها أنه تلاقي عمالة مدربة صحيح في عنا بطالة ولكن البطالة مش جاية بالمهنيين ربما إحنا بحاجة لكوادر عاملة خارجية لتدريب الكوادر المحلية بالصبت محتاجين لبرامج حقيقية بتنعكس من يعني مثلا قطاع المحيكات هو من أكثر القطاعات المشغل الأيد العاملة صحيح ولكن برضه هو من أكثر القطاعات المشغل العاملة الأجنبية لعدم وجود لعدم وجود الكفاية يعني أنا بعرف قطاع المحيكات مثلا مستعد يأخذ شو العدد المتوفر ولكن أنت ما عندك برنامج ما في عندك مؤسسة ما في عندك مدرسة بتعلم حياكة أو بتعلم خياطة فلا يمكن أنك تيجي تقول لا بدي عين عندك حدا بيكون يدوب مخلص ثانوية أو جامعة وبتقول له تعابده علمك لأنه هاي مهن في إلها في عنا النقطة الأخرى اللي هي البيئة نقطة البيئة الترخيص البيئية اليوم عم نواجه يعني مشاكل كبيرة من ناحية الترخيص البيئية أنه يعني مثلا أنت لما تكون عم تعمل مصنعك داخل مدينة صناعية شو مشكلتي أنا لأن تعطيني ترخيص أو ما تعطيني ما هي هاي مدينة صناعية أصلا المفروض المدينة الصناعية أخذت ترخيصها البيئية كمدينة نعم شامي نعم والمدينة والمدرسة الصناعية فيها زونات معينة للتصنيع يعني صناعات بلاستيكية غذائية طبية بس موجود فليش أنت تدخلني في دوامة أنه هذه الصناعة موافقة عليها أو غير موافقة عليها إذا هو يجاية داخل مدينة صناعية يفترض أنه الموافقة البيئية تكون يعني منطقية الموضوع الآخر اللي هو الموضوع الكهرباء أو الطاقة الكهربائية اليوم في معاناة حقيقية بتوصيل التيار الكهربائي للمصانع في مشاريع بتوخذ سنوات أربع أو خمس سنوات يعني البنية التحتية البنية التحتية مع توفرها ولكن نتيجة تعارضها مع بعض التعليمات بعض الإجراءات المعينة بيتعين على الناس أنه يقعدوا أربع أو خمسة وست سنوات وهم بيطالبوا وبدفعوا من جيبتهم عشان يوصلوا التيار الكهربائي كمان في عندنا قضية توفير الأراضي الصناعية اليوم الناس عندها خيارين المستثمر عنده خيارين يا إما يروح على مدينة صناعية وبدو يدفع بالمتر خمسين دينار ومسموح له يبني فقط على ستين بالمية من هاي المساحة ويا إما يروح يشتري أرض بالدنم بألف أو ألفين دينار في أي منطقة خارج المدن الصناعية إذا راح خارج المدن الصناعية بيصطدم بموضوع أنه ممكن بعد عشرين سنة يجي حدا يسكن جنبه ويتطبق عليه نظام أو قانون التلوث البيئي وأنه هذا بجانب سكان الظوضاء والإنبعاثات وغيره وغيره أو أنه بده يدفع المبالغ الضخمة يعني مطلوب تخصيص مناطق أخرى غيره مطلوب أنه يتم التوسع بالمناطق الصناعية بغض النظر خلاص مناطق صناعية تعطى صفة مناطق صناعية شاملة وتكون أسعارها بمتناول الجميع والبنية التحتية توح باتجاهها بحيث أنه تأمل للناس النقطة التي ذكرتها حضرتك هي حماية المنتج المحلي المنتج المحلي لا يحتاج حماية إذا يجينا قلنا كواليتي المنتج الأردني ينافس أي منتج أجنبي صحيح ولكن ما تواجد المنتج الأجنبي بعدم وجود العدالة بالتصنيف يعني أنا بدأ أذكر لك مثال إذا كان بضاعة منتجة محلية البضاعة المنتجة المحلية بدأت تدفع رسومها وضرائبها كما يجب لأنه لا يمكن للمصنع اللي بيصنع محليا عنده مئة عامل عنده فواتير كهرباء عنده مدخلات مواد أولية عنده ضمان اجتماعي ما بيقدر يخبي إنتاجه لازم يصرح أن إنتاجه يدفع عليه ضريبته بالكامل لكن البضاعة المستوردة عم بدخل البضاعة قيمتها ألف عم بدخلها بفاتورة مخفضة قيمتها 200 أو 300 بدفع ضريبة مبيعات على القيمة المخفضة وهاي بتأثر على التنافسية أصبح المحلي زائد ضريبته كلفته أعلى من المستورد زائد ضريبته المخفضة فهاي في يعني هذا التخصيص المنتج الأردني المحلي يكون فيه لهم المفروض اعتماد قوائم تسعير يعتمد على المنتج المحلي على أساس هو أساس للتسعير ما بصير منتج محلي بنباع داخل البلد بمئة دينار وإنت عم بتدخل منافسه بفاتورة ضريبية غير حقيقية بفاتورة ضريبية غير حقيقية بعشر دنانيير طيب يعني سيد عبد الله في قطاع المحيكات كانوا مثل عن قطاع المحيكات هناك أيضا عوامل أخرى معيقة لهذا القطاع ذكرنا بعضها سيد عبد الله ذكر بعضها وأيضا هناك التخمير الجمركي وبرامج التمويل هناك ضعف ببرامج التمويل سيدي العزيز عزيز قطاع المحيكات واحد من عشر قطاعات صناعية لو بنا نحكي بمستوى أكبر شوي ومستوى مظل أكبر شوي دائما القطاع الصناعي هناك أربع عوامل مهمة في تحدياته موضوع العمالة موضوع المالي موضوع الطاقة وكله في الإنتاج والموضوع الرابع هو موضوع التسويق نعم هذول الأربع تحديات بشكل عام مهما اختلفت خصوصية كل قطاع هما يجملوا بالأربع عوامل تلك الأربع عوامل والطاقة راح تكون في الإنتاج هي من أهم العوامل التي يجب البدء عليها بحيث يكون في حنات التنفسية عالية ولكن بنفس الوقت البيروقراطية شوي أحيانا في بعض التعاملات من بعض الأمثل التي ذكرها أخونا أبو حمزي أيضا هناك يعني هذا بيأثر على تلك الأمور وعلى تنفسية القطاع تنفسية قطاع المحيكات إحنا لما نكون نصدر بحوالي 2 مليار ونص وحصتنا من السوق المحلي حوالي نصف مليار هذا بدل على جوده وبدل على قطاع تاريخي وتواجده داخل السوق الأردني وداخل عديد من الأسواق هذا بدل على على تواجد المنتج بطريقة جدا منتاج وثقة المستهلك سواء المحلي أو المستهلك الخارجي بذلك ولكن التنفسية لما تكون تنفسية عادلة مع المستورد ولما يكون هناك فيه أفضلية حتى أيضا كمان في التعامل مع المنتجات اللي إلها بديل محلي يعني حتى منيحكي كمان يعني فيه منتجات تصنع داخل الأردن بالإمكان السوق المحلي أنه يستوعبها بطريقة أكثر فهذا بزيد من الإنتاج وبالتالي أيضا بزيد من تنفسيته التنفسية العادلة بذلك مع ضبط موضوع التجارة الإلكترونية العمالها بتسير مع الضبط المواضيع الجمهوريكية أيضا من داخل المنتجات مع التسهيلات الأخرى إذا مطالب فيها دائما من حيث الصناعة ودعمها بزيد من تواجد المنتج الأردني وأيضا استغلال المنتجات التي لها بديل محلي يعني في المنتجات أصلا عمالنا منتجها اليوم ولكن عمالنا منستورد منها أيضا كميات جدا كبيرة يعني أيضا المواد الأولية التي تساعد بإنتاج هذه الصناعات الأردنية الآن أسعارها مع أجور الشحن تعتبر مرتفعة صحيح يعني إنتاج طيب في مقولة للعالم يعني ريكا يوهاز وناثن لين ذكروا تركيز السياسة الصناعية على التصنيع هي جدا مهمة ولكن القطاع المهم من الآن هو قطاع الخدمات داخل مملكة الأردن الحشبية داخل البلدان بشكل عام يعني لو تسمح لي هنا إنه إحنا كمان في السياسة الصناعية الداخل الأردن بحيث أنه يكون هناك العناية بالقطاع الصناعي اللي بيمثل حوالي ثلث مستهدفات ومخرجات رؤية التحديث الاقتصادي لوضع السياسة الصناعية بمحاورها الثلاثة اللي هي المئة التنفسية والإنتاجية وكذلك القيمة المضافة للصناعة وتنويع المنتجات تجعل من القطاع الصناعي يجب أن يكون ذو أهمية إحنا القطاع الأكبر المشغل واحتمالية التشغيل في القطاع ومسادفات الرؤية الكبيرة من ناحية التشغيل اللي هي مليون استحداث مليون وظيفة الأردنية خلال العشر سنوات العشرين ثلاثة وثلاثين القطاع الصناعي هو القطاع ذو الحصة الأكبر من ناحية التشغيلية سواء بالأردن أو عالميا ثانيا كقطاع المحيكات لوحده مطلوب منه حوالي مئة وخمسين ألف فرصة عمل خلال العشر سنوات بما أنه قطاع ذو كثافة عمالية وهو قطاع أيضا جزء كبير من بعض المصانع هناك عمالة وافد نتيجة عزوف الأردنيين عن العمل بهذا القطاع أو عدم ما عرفته سبق قلة الأجور وما في هناك أيضا مشكل في العمل تأمينات للمواطنين لا لا موجود موجود إحنا تقريبا من 2013 لغاية اليوم تضاعفت أضعاف أعداد الأردنيين انتقلت من 8000 عامل أردني إلى حوالي أكثر من 30 ألف عامل أردني اليوم لكن المطلوب أكثر من ذلك نعم أنا رأيت هناك عداد كبيرة في قطاع المحيكات وأيضا النسبة الأكبر بنسبة 67.2% هي إناث نعم طبعا سنأخذ فاصل أيضا وأنا عود إليك سيد عبد الله بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا بعد هذا الفاصل وأكمل مع ضيوفي الكرام سيد عبد الله كنا نتحدث عن السياسة الصناعية وهناك ثلاث محاول رئيسية كما ذكر مهندس إيهاب البيئة التنفسية القيمة المضافة وتنويع المنتج ولكن حتى نصل إلى هذه المحاول الرئيسية هناك كما ذكرنا عقبات ومشاكل يعاني منها قطاع الصناعة في الأردن وخصوصا عند المستثمرين يعني الآن نتحدث عن العب الجمركي أو البيان الجمركي كمستثمر سيد عبد الله وليس كخبير اقتصادي يعني ما هي المشاكل التي تعانون منها في قطاعك في استثمارك بخصوص العب الجمركي والبيان الجمركي وما يترتب على هذه المعاملة يعني أنا زي ما ذكرت لك بداخل السابقة أنه إحنا بنعاني من بالتنافس غير العادل من البضائع الأجنبية اللي هي بتدخل بفواتير مخفضة نعم وبنطالب أنه يتم وضع يعني حلول يعني نهائية لهذا لهذا الموضوع لأنه حقيقة هو تنافس غير عادل نعم لو في عدالة كممكن أنه نتحمله ولكن هو تنافس غير عادل يتم هذا الخلل من خلال الورقيات من خلال تقديم مستندات غير حقيقية وأنا كنت طلبت سابقا باعتماد الحوالات أو باعتماد والآن بطلب باعتماد بيع البضائع بالسوق يعني الأخوان بالجمرك مش مقصرين يعني هم بالبلد موجودين بيزوروا يعني المحلات البيع بالأسواق فبإمكانهم يأخذوا عينات يعرفوا شو يعني تغذية كتغذية راجعة نعم نعم نشوف البضاعة اللي دخلت مثلا بشهر معين يدخل عليها ويشوف هل فعلا الأسعار البيع اللي بالسود بتتناسب أسعار التخليص الجمركي اللي تم عليها هاي من ناحية ناحية الثانية الحكومة في في عشرين عشرين أقرت قانون تخفيض الجمرك وكان الهدف منه تخفيض الكلف على المواطنين نعم ولكن وكان الهدف منه كمان عمل يعني شك للاقتصاد على اساسه انه يقدر يتحرك للأمام ولكن يعني للأسف لا يوجد أي يعني لا يوجد أي طرف ممكن يقر انه صار فيه تخفيض بالأسعار على المواطن بالعكس الأسعار ظلت بارتفاع لذلك عملية يعني ما قامت في الحكومة من تبرع بتخفيض الجمرك على البضائع المستوردة أولا لم يؤتي نتيجته للمواطن ولم وأضر بالصناعة المحلية نعم وأضر بتنافسيتها خصوصا خلينا نحكي أنه البضائع الأجنبية المستوردة يتم عليها في هناك برامج تحفيزية في بلد المنشأ نحن نعرف أنه بالصين بتركيا بالهند تعطي برامج تحفيزية على الصادرات نعم نعم نحن بالأردن طبقنا برنامج لمدة ثلاث سنوات وتم إلغاؤه فما أنه نحن غير قادرين على أنه نعطي حوافز للصناعة المحلية إذن لا يجب نعطي حوافز للمستوردات نعم خلينا نكون منطقيين أنا بطالب قرار وتبين أن هذا القرار لم يؤتي نتائجه بالضبط هذا القرار لم يؤتي نتائجه لذلك الأولى بالحكومة أنه ترجع عن هذا القرار طيب مهندس إيهاب نتحدث أيضا كعضو أنتبئ الفريق الحكومي لهذا السياسة الصناعية من أهم الأستراتيجيات هي تكامل الرأسي والأفقي أيضا نتحدث كيف يمكن لمس صحة التوجه الاستراتيجي العام للسياسة الصناعية سيد العزيز ولكن أنا حبت أبدأ بالنقطة التي انتهت فيها هنا عبدالله بالنحية دائما أي قرار اقتصادي بحاجة إلى دراسة أثر امباكت استادي بسمه وإحنا أظن بعد ثلاث سنوات خصوصا هناك بعام 2025 وعام 2027 أيضا كمان النظام الجمهور على المستورات برضو هيقل في بقية المنتجات وبقية القطاعات فبالتالي لابد من عمل دراسة أثر على هذه التعليمات التي صدرت من خلال دائرة الجمارك وبالتالي يعني لما نحكي إحنا لو بدنا نربط ها موضوع الحلقة اللي هو موضوع السياسة الصناعية هناك أيضا المحاور واحد من المحاور اللي تم مناقشتها هي موضوع تعزيز التنفسية فبالتالي تعزيز التنفسية من خلال إيجاد بيئة تنفسية وإنتاجية بتأدي إلى تخفيض كلف الإنتاج وبتطور المهارات الاستعاب الطلب المستقبلي والطلب الحالي وأيضا بتحول إلى تعزيز الرياضة في ستام التكنولوجيا احتى كصناعيين بحاجة إلى أساس في حال عدم موجود حوافز فليكن هناك موضوع يكون هناك تنفسية عادلة مع المنتجات الأخرى المستوردة بالنسبة للسياسة الصناعية أظن أنه من أهم الأمور التي تبنتها السياسة الصناعية عملنا سنوات عديدة عن التحديات والأمور واضحة أظن بالنسبة أنها كتبثير للقطاع الخاص وأيضا الحكومي ولكن آلية التنفيذ والمتابعة لإيجاد هذه الحلول وجعلها أرض الواقع أظن هذا هو السؤال الأساسي أنه كيف بدنا نحاول أنه نعكس هذه التحديات إلى فرص عن طريق عن طريق حلها لأنه نحن نمتلك فرصة جدا كبيرة يعني قطاع الصناعية بعز هذه التحديات الكبيرة وعماله بحقق إنجازات وليست الإنجازات لعدم وجود تحديات لا بالعكس نحن في جهود كتير مبذول حتى نتعدى هذه التحديات هناك أيضا تم عمل بالسياسة الصناعية لتنفيذها هناك لجنة توجيهية برئاسة معالية وزير الصناع والتجارة والتمويل وعضوية مجموعة من الوزراء مثل الطاقة والبيئة والاستثمار بالإضافة إلى رؤساء الغرف الصناعية أيضا هناك بنبثق عنه فريق وطني برئاسة أمين عام وزارة الصناع والتجارة والتمويل بذلة جهد كتير كبير صراحة بالفترة السابقة وعضوية مجموعة من الوزراء المعنيين كطاقة الطاقة والبيئة والاستثمار وأيضا حيئة المهارات والتدريب المهني والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع بحيث أنه يكون هناك فرق فنية مختصة بكل جانب من هذه الجوانب وهذه الفرق الفنية طلعت بالجميع اللي من نتحدث فيه طلعت فيه بطريقة علمية ولكن مطلوب لتنفيذ السياسة الصناعية أنه يكون هناك متابعة وربطها مع الرؤية ويكون هناك متابعة بضمن جدول زمني من أجل التطبيق نعم يعني أيضا نتحدث حول هذه السياسة الصناعية كخبير اقتصادي يعني كيف تتوقع أن يحصل التكامل الأفقي والدائري هل هو عن طريق الشراكات في القطاع العام والخاص أو عن طريق الاتفاقات الدولية التي تقوم فيها الدولة دائما مع الاتحاد الأوروبي مع أمريكا مع الدول الأخرى يعني بالنسبة للاتفاقيات الدولية اللي يعني خلينا نقول اتفاقية الأردن مع أمريكا يعني اتفاقية خلينا نحكي عادلة ويعني أعطت نتائجها ونتائجها واضحة إذا بتطلع على الميزان التجاري بين الأردن وأمريكا أو اللي هي النافطة هاي الاتفاقية أعطت نتائج ممتازة ولذلك إحنا عم نشوف الآن صادرات الأردنية بشكل قوي ولا يتم إعاقتها لكن اتفاقية مع أوروبا للأسف يعني اتفاقية مجحفة يعني نحن نستورد من أوروبا بين ثلاثة إلى أربعة مليار ونصدر من 200 إلى 300 مليون أو ممكن 400 مليون ومعظمها يعني مواد أولية كبرومين كبوتاس أو هذا لكن لا يوجد صناعات حقيقية أردنية يتم تصديرها لأوروبا نتيجة الإعاقات الموجودة في اللي بيحطها الاتحاد الأوروبي على الواردات بشكل عام ومن ضمنها الأردن فإحنا بنقول أنه لازم الأردن يطبق نظام أو يطلع من هذه الاتفاقية اللي غير يعني غير مجدية ولا أعتقد يعني أنه الاتحاد الأوروبي موقفه مع الأردن سياسيا مرتبط بالعملية التجارية أو العملية الاتفاق الصادرات والواردات يعني الأردن تحتل مكان استراتيجي الأردن تعتبر يعني دولة لاعب رئيسي سياسي في المنطقة الكاملة لا يمكن يكون الأثر السياسي له نفس الأثر التجاري لذلك الحكومة يجب أن تأخذ قرارها بالخروج من الاتفاقية الأوروبية نعم إذن الحديث يطول حول العديد من يعني مخاور هذه السياسة الصناعية وإيضا المعيقات وبعض المطالب من المستثمرين للنهوض بالواقع الصناعي في المملكة والوصول إلى خطة الحكومة المتوقع الوصول إليها في سبب ضيق الوقت أود أن أشكركم سيد عبدالله الشوبكي المستثمر والخبر الاقتصادي شكرا جزيلا لك والمهندس إيهاب القادري ممثل قطاع المحاكات والجلود في ورفة صناعات الأردن وإضا عضو باللجنة المشكلة لأنهوض بالسياسة الصناعية شكرا جزيلا لكم وشكرا لتواجتكم معنا اليوم وإضا مشاهدين الآن وصلنا لنهاية حلقة هذا اليوم من برنامج شكرا لكم على طبيب المترجم